حتى قضى الإمام علي عليه السلام بضربة غادر لئيم ابن ملجم لعنة الله عليه إلى يوم الدين أخسأه الله حيث ذكر لعنة الله على الإسم والمسمى بضربة غادر سقط الإمام شهيداً انظروا وساة الإمام لأولاده لا أولد أن نذكرها طويلة وخاصة الحسنين دعا بالحسنين فأوصاهما أي بني اتقي الله تقوى ولا تبغي الدنيا وإن بغتكما ولا تبغي الدنيا نحن لسنا أهل الدنيا لقد أذهب الله عنا الرجس وطهارنا تطهير أكبر لسه هذه الدنيا لا يريد الدنيا ولا تبغي الدنيا وإن بغتكما وفعل الخير وكونا للظالم خصما ويلمظوم عونا ستقولون من فوركم بدأنا نعرف الآن ما سر الوقفة الحسينية لا نقول الوثبة بل الوقفة تزول الجبال ولا تزول لأن حسينا هو ابن علي كيف عاش علي وكيف مات علي وبماذا أوصى علي هذا هذا لأن محمدا عاش كذلك وعاش لذلك وبذلك كان للظلم خصيما خصما وكان للمظلوم خصيما أي نصيرا ومدافعا محاميا مدرها هكذا هذا الروح المحمدية هذه هي هكذا يوصل أب أبناءه وهو وهو يعلم أنه يعرضهم الهلاك في أمة قال فيها من يصدع بالحق تعرف كيف تجبن وتتأخر تخاف الضريبة قطع الرؤوس بسرعة ظلم فاقع مخيف مدمدم وحشي مجرم قال هكذا كون للظلم خصما وللمظلوم عوناء الإمام علي الذي يوم كان خليفا أيها الإخوة بعض الناس يا أبي الحسن ارفق بنفسك ما هذا اللباس ما هذا اللباس ما هذا المأكل ما هذا المركب يركب على حمار تخط رجل على الأرض على حمار أمير المؤمن يركب على حمار فيقول أقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشارك الناس في مكاره الزمان والله الذي لا إله إلا هو أن لو أردت لكان لي من صف هذا العسل ولباب هذا البر ومناعم هذه الثياب ولكن أعوذ بالله أن أبيت مبطانا أعوذ بالله أن أبيت مبطانا وحولي بطول غرثة جائعة وأكباد حرة هذا نسكه يوم كان خليفة يوم كان أمير الدنيا أيها الإخوة قال لا أعوذ بالله أعوذ بالله وانظروا إلى آخرين أيها الإخوة كيف عاشوا وكيف ماتوا ماذا أكلوا وماذا شربوا وماذا طعموا وماذا سقوا وانظروا أقرأوا التاريخ حتى يكون لنا عقل وقلب نفقه به هكذا هاش أبو الحسن قبل ذلك أيها الإخوة الذي لم يكن نصيبه ونواله من المغانم والفيء بالمنزول اليسير بل كان كثيرا طائلا وكان يعيش وفاطمة وبنوه وبناته عيش الفقراء تعرفون لماذا كان يتبلغ من هذه المغانم والفيء بمثل حسو الطائر يأخذ القيء الذي يمسك الرمق ثم يقول في سائره هكذا وهكذا الله أكبر في المحتاجين والمعاوز هكذا وأنزل الله فيه آيات وليس هذا مقام التفصيل آيات في هذا الكرم الهاشبي النبوي المصطفوي شيء غريب أيها الإخوة أحيانا كان يعمد إلى ما يتبلغ به بنوه وزوجه البتول الزهراء بنت محمد بلغة مثل حسو الطائر يأخذه فيأخذه يدفعه إلى شيخ واه أو أرملة مفردة أو يتيم كسير يفعل هذا ويبيتونه على الطوى يبيتونه على الطوى بجوع جائعين غرثة أيها الإخوة هذا أبو الحسن هذا أبو الحسن هذا علي أيها الإخوة هذا قبس من أقباسه نفح من نفحاته قطرة من محيطه العباب قطرة من محيطه العباب من أقباسه في قطرة من محيطه العباب هذا أبو الحسن